ربط خيوط وتنسيق استراتيجي من الولايات المتحدة وإسرائيل وعقدت اليوم جلسة ثانية من الحوار الاستراتيجي برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائر بن شبات وبحسب مصادر إسرائيلية ركز اللقاء على أنشطة إيران في المنطقة تحديداً لبنان والعراق واليمن وسوريا أي استراتيجية تنائية لحل هذه الملفات؟ وهل الخيار العسكري مطروح في هذه الفترة؟ معنا من ميامي في ولاية فلوريدا الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لشركة جين سيستان هارلي لينبان سيد هارلي أهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار سكاينيوز عربية يعني بعد مرور شهر على جلسة الحوار الأولى جلسة الحوار الثانية تعقد اليوم وكما ذكرنا أهم ما ركزت عليه أنشطة إيران في المنطقة ما الذي بحث عنه الطرفان تحديداً؟ أعتقد أن النبع السار هو أن بايدن كان يمكن أن يعود إلى الاتفاق ببساطة وهو كان قد قال في حملة الانتخابية أنه سيفعل ذلك الذي يحدث الآن كما تعلمون هو أن إيران تلح على رفع العقوبات وبعد ذلك يمكنها التفاوض ونحن نقول العكس يجب العودة إلى الامتتال التام بالاتفاق وبعد ذلك سترفع العقوبات والذي يحدث الآن هو أن إسرائيل وأمريكا تناقشان كل الخيارات الخيارات العسكرية وغيرها وذلك في إطار المقاربة المشتركة فيما يخص التعامل مع إيران وتهديداتها في المنطقة وهناك مسؤولون رفعون عديدون في إدارات بايدن يؤكدون التزامهم بأنهم لن يدعوا إيران تحوز سلاحا نوويا أو قنبلة نووية وخصوصا بالنظر إلى ما تفعله من تطويراتنا الآن وأيضا نقول دعونا لا ننظر إلى الماضي وقد يكون مناسبا أن نقول إننا نعيش زمنا مختلفا عما كان عليه الحال في 2015 لذلك ما هو الاتفاق الجيد الذي يجب إبرامو؟ قبل ما نتحدث عن بنود هذا الاتفاق لربما أو ما هو هذا الاتفاق الذي يجب إبرامو سيد لبمان بالأثناء إيران تتوعد إسرائيل بالوقوف خلف حادث منشأة ناطنز الأخير وبالتالي إلى أي مدى يمكن لأي تحرك الآن أن ينعكس سلبا على المفاوضات المرتقبة والتي بحسب التصريحات الأخيرة تريدها واشنطن؟ لا أعرف إن كانت هذه الأحداث الأخيرة والاتهامات ستؤثر سلبا على المفاوضات أعتقد أن إيران هي قابلة الاختراق وهذه الحادثة الأخيرة تؤكد هذا الأمر ولذلك هذا يعني أنها إذا واصلت أنشطتها فإن هجمات أخرى قد تخترقها وتستهدفها وتستهدف منشآت أخرى لذلك أنا أنظر إلى الأمر بإيجابية سيد هارلي شاركت وزير دفاع الأمريكي هذه الزيارة الأخيرة إلى المنطقة وزير دفاع الأمريكي يقول خلال هذه الزيارة أنه نؤكد على الالتزام الكامل الالتزام أمريكا الكامل بأمن إسرائيل يقول أيضا هنا في هذا الإطار إسرائيل شريك استراتيجي لأمريكا والعلاقات الثنائية معها مهمة لإرساء الاستقرار بالشرق الأوسط ما الذي نفهم من هذه التصريحات يعني قبل قليل ذكرت لي أنه حتى الحلول العسكرية تم بحثها القضايا الأمنية المشتركة تم بحثها وبالتالي هل يمكن تخطي هذه الدبلوماسية لتعاهد بها جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة هل يمكن لليوم للحل العسكري يكون دائما على الطاولة جو بايدن اختار دبلوماسية ولذلك هو قال إنه يريد أن يبرم اتفاقا جيدا مع إيران ولكن علينا أن نعرف ما هو الاتفاق الجيد هناك ثلاثة أشياء يجب تصحيحها أولا يجب تقييد وتحديد مسألة سرياني الاتفاق بحيث لا تتمكن إيران أبدا من حيزة سلاح نووي ولا يكفي حصر في عشر سنوات أو شيء كهذا وهذه كانت تغرى في الاتفاق لأنه ما كان في الاتفاق الخاص بـ 2015 هو أن ذلك البند يقيد قدرة ونشاط إيران لعشر سنوات فقط وبعد ذلك تبقى مطلوقة اليدين وهذا أمر يجب تصحيحها الشيء الآخر هو الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار وتدعم الإرهاب في المنطقة نعرف أن إيران تسعى إلى الهيمنة على المنطقة وعلى جيرانها هي تريد أن تفرض قواعدها وتختارق سيادة الدول الأخرى التي تعد حليفة لأمريكا لذلك يجب مواجهة كل هذه الأنشطة من إيران والذي أراه مهددا أكثر هو دعم إيران لحزب الله لأنه إذا عدنا لـ 2006 فإن حزب الله كان استخدم صواريخ وكانت غير دقيقة ولم تتمكن من استهداف أهداف في إسرائيل الآن لديهم أكثر من 150 ألف صاروخ وكلها من إيران ودقة استهدافها عالية جدا وهذه الصواريخ يمكن أن تصل لأي هدف في إسرائيل ونعرف أن إيران هي التي مكنت حزب الله ودعماته وحزب الله يدعم لبنان لذلك إيران بالتبعية تسيطر على لبنان وإيران دأبت على استخدام يوكلائها من أجل ممارسة نفودها وبسطه في الدول الأخرى من أجل مهاجمة إسرائيل وأصدقاء آخرين لأمريكا في المنطقة وهم يقولون نحن لم نفعل ذلك ويختفون وراء تلك الأقنعة ويقولون إن الأمر يتعلق بحزب الله أو الحوثيين أو ما إلى ذلك ولا يعترفون لذلك يجب أن نكون واعين بما تفعله إيران وأنها لا يمكن أن تفلت من العقاب بعد استخدام يوكلائها لاستهداف مهاجمة حلفائنا وعلى إيران أن تفهم أنه سيكون هناك عواقب وخيمة عليها إذا وصلت هذه الهجمات على إسرائيل أو الحلفاء شكرا جزيلا لضيفنا من ميامي في ولاية فلوريدا الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لشركة جانسيس تان هارلي لبنان شكرا